حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصمين عن زر قال قلت لأبي إن عبد الله يقول في المعوذتين فقال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما فقال قيل لي فقلت فأنا أقول كما قال حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عاصمين عن زر قال سألت أبي بن كعب عن المعوذتين فقال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عنهما فقال قيل لي فقلت لكم فقلوا قال أبي فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نقول حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن عاصمين عن زر قال حدثني أبي بن كعب قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعوذتين فقال قيل لي فقلت قال أبي فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن نقول حدثنا عبد الرحمن بن مهدي مهدي عن سفيان عن الزبير بن عدي عن أبي رزي عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب بمثله حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن عاصمي بن بهدلتا عن زر قال سألت أبي عن المعوذتين فقال إني سألت عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقيل لي فقلت فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن نقول حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا عاصم بن بهدلتا عن زر بن حبيش قال قلت لأبي بن كعب إن أبن مسعود كان لا يكتب المعوذتين في مصحفه فقال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني أن جبريل عليه السلام قال له قل أعوذ برب الفلق فقلتها فنحن نقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة عن عاصمين عن زر عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه حاني محمد بن الحسين بن أشكب حدثنا محمد بن أبي عبيدة بن معا حدثنا أبي عن الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال كان عبد الله يحك المعوذتين من مصاحفه ويقول إنهما ليست من كتاب الله تبارك وتعالى قال الأعمش وحدثنا عاصم عن زر عن أبي بن كعب قال سألنا عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقيل لي فقلت حثنا سفيان بن عوينة عن عبدات وعاصمين عن زر قال قلت لأبي إن أخاك يحكهما من المصحف فلم ينكر قيل لي سفيان ابن مسعود قال نعم وليس في مصحف ابن مسعود كان يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ به ما الحسن والحسين ولم يسمعه يقرأهما في شيء من صلاته فظن أنهما عوذتان وأصر على ظنه وتحقق الباقون كونهما من القرآن فأودعوهما إياه حثنا مصعب ابن سلامين حدثنا الأجلح عن الشعبي عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب قال تذاكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة القدر فقال أبي أنا والذي لا إله غيره أعلم أي ليلة هي هي الليلة التي أخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة سبع وعشرين تمضي من رمضان وآية ذلك أن الشمس تصبح الغدى من تلك الليلة ترقرق ليس لها شعاع فزعم سلمة بن كهيل أن زرا أخبره أنه رصدها ثلاث سنين من أول يومين يدخل رمضان إلى آخره فرآها تطلع صباحة سبع وعشرين ترقرق ليس لها شعاع حثني أبو بكر بن أبي شيبة تحدثنا عبد الله بن إدريس عن الأجلح عن الشعبي عن زر بن حبيش قال سمعت أبي بن كعب يقول ليلة سبع وعشرين هي التي أخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أن الشمس تطلع بيضاء ترقرق وحدثناه عثمان بن أبي شيبة تحدثنا أبن إدريس بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وزاد فيه ليس لها شعاع حثني سفيان قال سمعته من عبدة وعاصمين عن زر قال سألت أبي قلت أبا المنذري إن أخاك أبن مسعود يقول من يقوم الحول يصب ليلة القدر فقال يرحمه الله لقد علم أنها في شهر رمضان وأنها ليلة سبع وعشرين قال وحلف قلت وكيف تعلمون ذلك قال بالعلامة أو بالآية التي أخبرنا بها أن الشمس تطلع ذلك اليوم لا شعاع لها حان يحيى بن سعيد عن سفيان حدثني عاصم عن زر قال قلت لأبين أخبرني عن ليلة القدر فإن أبن أم عبد كان يقول من يقوم الحول يصبها قال يرحم الله أبا عبد الرحمني قد علم أنها في رمضان فإنها لسبع وعشرين ولكنه عم على الناس لكي لا يتكل فوالله الذي أنزل الكتاب على محمد إنها في رمضان الليلة سبع وعشرين قال قلت يا أبا المنذري وأن علمتها قال بالآية التي أنبأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعددنا وحفظنا فوالله إنها لهي ما يستثنى قلت لزر ما الآية قال إن الشمس تطلع غدا تأذن كأنها طصد ليس لها شعاع حان محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت عبدة بن أبي لبابة يحدث عن زر بن حبيش قال قال أبين ليلة القدر والله أني لا أعلمها قال شعبة وأكثر علمي هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها هي الليلة سبع وعشرين وأن ما شك شعبة في هذا الحرف هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثني صاحب لي بها عنه حتنا يزيد بن هارون أخبرنا سفيان بن سعيد عن عاصمين عن زر قال قال لي أبي إنها ليلة سبع وعشرين وإنها لهي هي ما يستثنى بالآية التي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسبنا وعددنا فإنها لهي هي ما يستثنى حتني محمد بن أبي بكر المقدمي وخلف بن هشمين البزار وعبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا حمد بن زيد حدثنا عاصم عن زر قال قلت لأبي بن كعب أبا المنذر أخبرني عن ليلة القدر فإن صاحبنا يعني ابن مسعود كان إذا سئل عنها قال من يقوم الحول يصبها فقال يرحم الله أبا عبد الرحمن أما والله لقد علم أنها في رمضان ولكن أحب أن لا يتكل وإنها ليلة سبع وعشرين لم يستثني قلت أبا المنذر أن علمت ذلك قال بالآية التي قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صبحة ليلة القدر تطلع الشمس لا شعاعا لها كأنها طست حتى ترتفع وهذا لفظ حديث المقدمي حدثنا عفان حدثنا حمد بن زيد حدثنا عاصم عاصم عن زر قال قلت لأبي بن كعب أبا المنذر أخبرني عن ليلة القدر فذكر الحديث قال فقلت يا أبا المنذر أن علمت ذلك قال بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله حدثني أبو يوسف يعقب بن إسماعيل بن حمدي بن زيد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا جابر بن يزيد بن رفاعة عن يزيد بن أبي سليمان قال سمعت زر بن حبيش يقول لو لا سفهاءكم لا وضعت يدي في أذني ثم نديت ألا أن ليلة القدر في رمضان في العشر الأواخر في السبع الأواخر قبلها ثلاث وبعدها ثلاث نبأ من لم يكذبني عن نبأ من لم يكذبه قلت لأبي يوسف يعني أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا هو عندي حدثنا عبد الله حدثني العباس بن الوليد النرسي قال حدثنا حماد بن شعيب عن عاصمين عن زر بن حبيش عن عبد الله أنه قال في الليلة القدر من يقم الحول يصبها فانطلقت حتى قدمت على عثمان بن عفان وأردت لقي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار قال عاصم فحدثني أنه لزم أبي بن كعب وعبد الرحمن بن عوف فزعم أنهما كان يقومان حتى تغرب الشمس فيركعني ركعتين قبل المغرب قال فقلت لأبي وكانت فيه شراسة خفض لنا جناحك رحمك الله فإني إنما أتمتع منك تمتعا فقال تريد أن لا تدع آية في القرآن إلا سألتني عنها قال وكان لي صاحب صدق فقلت يا أبا المنذر أخبرني أخبرني عن ليلة القدر فإن أبن مسعود يقول من يقوم الحول يصبها فقال والله لقد علم عبد الله أنها في رمضان ولكنه عم على الناس لكي لا يتكلوا والله الذي أنزل الكتاب على محمد إنها لفي رمضان وإنها الليلة سبع وعشرين فقلت يا أبا المنذر أن علمت ذلك قال بالآية التي أنبأنا بها محمد صلى الله عليه وسلم فعددنا وحفظنا فوالله إنها له ما يستثن قال فقلت وما الآية فقال إنها تطلع حين تطلع ليس لها شعاع حتى ترتفع وكان عاصم ليلة إذ من السحر لا يطعم طعاما حتى إذا صلى الفجر صعد على الصومعة فنظر إلى الشمس حين تطلع لا شعاع لها حتى تبيض وترتفع حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حجاج بن أرطاط عن عدي بن ثابت عن زر بن حبيش عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تبع جنازة حتى يصلى عليها ويفرغ منها فله قراطان ومن تبعها حتى يصلى عليها فله قراط والذي نفس محمد بيده له أثقل في ميزانه من أحد حثنا محمد بن جعفر وحجاج قال حدثنا شعبة عن عاصم بن بهدلتا عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تبارك وتعالى أمرني أن أقرأ عليك القرآن قال فقرأ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب قال فقرأ فيها ولو أن أبن آدم سأل واديا من مال فأعطيه لسأل ثانيا فأعطيه لسأل ثالثا ولا يملأ جوف أبن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب وأن ذلك الدين القيم عند الله الحنيفية غير المشركة ولا اليهودية ولا النصرانية ومن يفعل خيرا فلم يكفره حثني عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا سلم بن قوتيبة حدثنا شعبة عن عاصم بن بهدلتا عن زر عن أبي بن كعب قال 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 لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى أمرني أن أقرأ عليك قال فقرأ علي لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة إن الدين عند الله الحنيفية غير المشركة ولا اليهودية ولا النصرانية ومن يفعل خيرا فلم يكفره قال شعبة ثم قرأ آيات بعدها ثم قرأ لو أن لابن آدم واديين من وال لسأل واديا ثالثا ولا يملأ جوف أبن آدم آدم إلا التراب قال ثم ختمها بما بقي منها حتنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن عاصمين عن زر عن أبي قال لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام عند أحجار الميراء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام إني بعثت إلى أمة أميين فيهم الشيخ العاصي والعجوزة الكبيرة والغلام قال فأمرهم فليقرأوا القرآن على سبعة أحرف حدثنا أبو سعيد مولى بن هاشمين حدثنا زائدة حدثنا عاصم عن زر عن أبي قال أبو سعيد وقال حماد بن سلمة عن حذيفة قال لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام عند أحجار الميراء فذكر الحديث حدثنا عبد الله حدثني وهب بن بقية أخبرنا خالد بن عبد الله الطحان عن يزيد بن أبي زياد عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب قال كم تقرؤون سورة الأحزاب قال بضعا وسبعين آية قالا لقد قرأتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البقرة أو أكثر منها وإن فيها آية الرجم حدثنا عبد الله حدثنا خلف بن هشامين حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن زر قال قال لي أبي بن كعب بكأي تقرأ سورة الأحزاب أو بكأي تعدها قال قلت له ثلاثا وسبعين آية فقال قد طول قد رأيتها وإنها لتعادل سورة البقرة ولقد قرأنا فيها الشيخ والشيخة إذا زنايا فرجموهما البت تنكلا من الله والله عليم حكيم حدثنا عبد الله حدثني عبيد الله بن عمر حدثنا يزيد بن زريع وعبد الأعلى قال حدثنا داود عن محمد بن أبي موسى عن زياد الأنصري قال قلت لأبي بن كعب لو متن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كلهن كان يحل له أن يتزوج قال وما يحرم ذاك عليه قال قلت لقوله لا يحل لك النساء من بعد قال إنما أحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب من النساء حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصمين عن زر قال أتيت المدينة فدخلت المسجد فإذا أنا بأبي بن كعب فأتيته فقلت يرحمك الله أباء المنذر يخفض لجناحك وكان إمرأة فيه شراسة فسألته عن ليلة القدر فقال ليلة سبع وعشرين قلت أباء المنذر أن علمت ذلك قال بالآية التي أخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فعددنا وحفظنا وآية ذلك أن تطلع الشمس في صبيحتها مثل التسطي لا شعاع لها حتى ترتفع حدثنا محمد بن بشار بن دار حدثنا سلم بن قوتيبة حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي بردة عن زر بن حبيش عن أبي قال ليلة القدر ليلة سبع وعشرين حدثنا روح بن عبد المؤمن المقرئ قال حدثنا الحجاج بن أبي الفراتي أخو الفراتي بن أبي الفراتي حدثنا عاصم عن زر عن أبي بن كعب قال ليلة القدر ليلة سبع وعشرين لثلاث يبقين ولم يرفعه اشتركوا في القناة